حسا ادنا بعدين بالسياسة بالفقه هذا عقيدة ادنا فقه ادنا فكر وعقيدة وادنا فقه كثير ما اللي يسمونه بسم مراجع ومتهدين يطلعون فتاوى ما انزل لعبها من السلطان ما يصير ناقشهم لازم نقلدهم بتقليد اعمى هذا ما قل صحيح قل انت مشتبه انت ضعن وممكن مشتبه اذا واحد قل لك انت مشتبه لازم نقول له شكرا شنو ليش انا مشتبه تعال ناقشني لازم نفتح باب النقاش معا اي عالم يصدر فتوى نقول له شنو دليلك اولا على شنو انت مصدر هاي الفتوى والتك ما يصير بسرعة ناخذ الكلام من ادهم هذا كأنه وحي منزل من الله بس لانه لابس عمامه واسمه مرجع صار ينزل عليه وحي ما ينزل عليه وحي فما ناخذ كل مسألة فقهية الا بدليل تقليد اعمى حرام وانحطاط وتخلف وعملهم قبيح كما قال مشايخ الطائفة الاثنى عشرية قبل الف سنة ليش الان صار الله حلو وجيد وضروري وما حتى يناقش العلماء انقلبنا حتى على مشايخ الطائفة ابتعدنا عنهم وكثير من المراجع هم مقلدين مقلدين ما يشتهدون لا بالعقيدة ولا بالاصول ولا بالرجال حتى بالفقه وقلك انا عاية الله صارت وانا اعلم العلماء ما يصير يشكل هذا بالفقه وبعدين عدنا الان المرجعية داخلة بالسياسة كما قلنا وفوق السياسة وتعين وزير وشير وزير وتمنع واحد وتطي فتاوى وما تعطي فتاوى ضرورية احيانا فتاوى واجبة تسكت مواقف سلبية وايجابية زين هنا احنا ما لازم نناقش المرجع نقول يا سماحة المرجع انت شنو يعني رسول الله محمد انت شنو يعني انت انسان انت انسان مجتهد نفترض قريرك شم كتاب صرت مجتهد ما اعرف شنو صرت مرجع عماتين صرت مرجع بس لازم نناقشك ما يصير لازم اكون دوائر اكون شوف الان عدنا رئيس جمهورية بالعراق وعدنا رئيس وزراء مش عدنا برلمان يحاسب رئيس الوزراء يحاسب رئيس الجمهورية ما عدوا مصلاحيات مطلقة يعني احنا صدام حسين كانت تحتر مطلق لا عدى برلمان ولا عدى احد يناقش بس الناس يقولون هذا خطأ الحرب الاراقية كانت خطأ الحرب الغزو الكويت كان خطأ الكذا كان خطأ ما كان يسمح لأحد فوق الشبهات وهو فوق النقد وما يصير واحد يتكلموا اياه طيب اذا احنا حطينا مرجع بمكان صدام حسين واتبع نفس الاسلوب ونفس الطريقة راح نقع بنفس ما وقع به العراق في ايام صدام حسين المرجع اذا صار ديكتاتور وصلاحيات مطلقة واحد ما يناقشه وماك واحد لا مجلس شورى عنده ولا احد يقدر ينتقده او يحاسبه هذا يصرف البلد كيفه يعني بلد كله سلمناه بيديه والامة كلها سلمناه بيديه وهو علم زاجه كما يحب اليوم يصدر فتوى وبكرة ما يصدر فتوى او يصدر فتوى معاكسة ما يصير هذا مو معقول الكلام هذا ما عدنا الله حاط واحد وصي علينا ومرجع علينا ولازم نسمع كلامه والراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله اكبر بدعة واكبر اسطورة هذه ما لحقيقة ما لاجه اشخاص اذا اذا الامة اختارتهم وحطتهم في موقع القيادة فيجب ايضا ان تراقبهم وتحاسبهم وتغيرهم وتنتقدهم وتعطي الحرية للناس في نقدهم ومحاسبتهم هم لازم يرحبون هم لازم يدعون الناس تعالوا انتقدوني مو الامة علي عليه السلام كان يقول ذلك يعني احنا عدنا ثقافة اسلامية وعدنا ثقافة ديمقراطية غربية حديثة الثقافة الاسلامية احنا دعنا شيعا ونتبع الامة علي عليه السلام طبعا امام علي لماذا كان يقول يقول في نفسي يعلن على المنبر اني في نفسي لست بفوق ان اخطأ ولا امن ذلك من فعلي فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بحث هو ينادي الناس تعالوا انتقدوني تعالوا بينوني وان اكو خطأ وان اكو كذا في الادارة وفي المسئولية تحدث اخطاء اذا المرجع او القائد صم اذا ناتوا وعيونه الفساد ينتشر فهذا مو صحيح هاي دكتاتورية تخالف الاسلام وتخالف التشييع وخطأ البيت زين والثقافة الديمقراطية الغربية هم نفسي الشي توصي بتمزيع السلطة بتقسيم السلطة بتحديث فترة السلطة حتى لا يصد دكتاتورية مطلقة حتى لا يضخم هذا القائد او الزعيم الدين السياسي مع بعض سواء في مسائل الدينية او في المسائل السياسية والان المرجع عنده بعد سياسي عنده بعد سياسي مثل الملك بالعراق دي قدي دور الملك بس عندك كير متوج شلوان الملكية كانت والدول اللي بيها ملوك هو السياسة العليا بي ديه ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولكذا يعني اذا مش هو عدل هو يأيدهم يساعدهم ينتقدهم يغيرهم كيفا يعني عنده دور دور ملك يدي يسوي مراجعنا مثل الملوك صايرين ويقول لهم فوق النقد وفوق المحاسبة ما يصير هذا نظام الغربي الشكل يقول يقول الملك يعني يسود ولا يحكم بالتالي هو فوق المسائلة بس أدل المرجع هم يسود وهم يحكم يقول لك أنا الحاكم الشرعي أنا ناعب الإمام المهدي ما يصير تتكلم ويعني بعد هو لو الإمام المهدي نفسه ييجي الآن يقول تعالوا انتقدوني ما معلي بعد نفس الشي نفس الخط إمام المهدي نفسه لو ييجي اليوم يقول تعالوا انتقدوني تعالوا حاسبوني فأني في نفسي لست بفوق أن أخطئ ولا أعمل ذلك من فعلي فلا تقفوا عن مقالة بحق أو مشهورة بعد يعلمنا الإسلام الثقافة الديمقراطية زين غير السياسة شنو أدنى بعد أدنى الإدارة المالية ملايين ومليارات تروح وتجي